تجليت امارة الشارقة تدولات عقارية خدال النصف الاول من هذا العام الجاري حوالي 14.7 مليار درهم هذا مبلغ كتير كبير مقارنة بسنة 2018 اللي حققته دائرة او تدولات عقارية بالشارقة وهو عبارة عن تقريبا 27.9 ألف معاملة لمساحة تقريبا 24 مليون قدم مربع طبعا كل هؤلاء الاحصائيات والدرسات والبيانات حسب تقرير حركة التصرفات والروهونات بالعقارية بالشارقة اصدرت بيان بالنتج او حتى التدولات العقارية اللي سجلتها امارة الشارقة تحديدا كنا حتى عم نحكي انا وزميلة شمس الصبح عن العقارات بشكل عام بالامارات من فترة سجلت كسعرة بشكل عام انخفاض باسعارها وهلأ رجعت ارتفعت شوي وصار فيه استقرار مع هول البيانات والدراسات اللي عملتها حركة تقارير حركة التصرفات والروهونات العقارية كمان اكدت تقريبا تسجيل 8,931 معاملة بيع بنصف الاول من عام 2019 هيدا الجارة بالاضافه ل 5,881 معاملة عقد بيع مبدئة ومش بس هيك لحجم التداولات مقارنة بالسنة اللي فادت زادت وسجلت تقريبا 6 مليارات درهم يعني اذا بدنا نقارن من 2008 ل2019 حققت العقارات بامارة الشارقة ارتفاع ملحوظ اشتركوا في القناة